قد يتعب بعض الآباء من توصيل أطفالهم إلى المدارس أو أخذهم للعب في المنتزهات في عطلة الأسبوع ولكن قد يجهلون أن كونهم آباء يقلل من خطر إصابتهم بالزكام أكثر عن غيرهم الدراسة الحديثة أعدها باحثون من جامعة كورنيجي مالون الأميركية وشملت حوالي 800 بالغ وقام الباحثون بإعطاء الآباء المشاركين في الدراسة فيروس البرد عن طريق قطرات في الأنف وتبين أنهم أقل عرضة للإصابة بالرشح والزكام بنسبة 52% ويعيد العلماء السبب إلى أن الآباء وبسبب التأثير النفسي يكونون أكثر مناعة تجاه نزلات البرد بسبب حسن تنظيم الجسد لعوامل المناعة التي عادة تبدأ كاستجابة لعدو ما الدراسة أوضحت أيضا أن الآباء الذين لديهم طفل أو طفلان يقل لديهم خطر الإصابة بالرشح بنسبة 48% أما الآباء الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر فتنخفض لديهم نسبة الإصابة بالرشح 39% ما يدل على أن ازدياد عدد الأطفال في العائلة يخفض نسبة الإصابة بفيروس الزكام ومازال الباحثون يتابعون أسباب أخرى متعلقة بانخفاض نسبة إصابة الآباء بالزكام عن غيرهم وما إذا كانت للأطفال فوائد صحية أخرى على آبائهم رشخيات العربية